في الفيديو ده هنعرف مع بعض كل شيء يجب على المسلم تعلمه ومعرفته عن صلاة المغرب تابعونا أنا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل إنسان دعم المحتوى عشان يوصل للآخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر اللي موجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وإنه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرف طول السلام عليكم ورحمة الله صلاة المغرب هي صلاة من الصلوات الخمس التي فرضها الإسلام على كل مسلم ومسلمة مدام مكلف بالغ عاقل صلاة المغرب هي ثلاث ركعات فقط ما ينفع شطب أربعة ولا ينفع تب أتنين أبدا يا مسلم بإجماع العلماء أنها ثلاث ركعات والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى المغرب صلىها ثلاث ركعات فقط وقال صلوا كما رأيتموني أصلى أول ركعتين يا مسلم بتصلي فيهم صلاة المغرب بتقرأ فيهم صورة الفاتحة ثم صورة أي صورة أخرى كما تشاء طويلة قصيرة كما تحب وتقرأ جهرا وليس سرا لو كنت بتصلي لوحدك بتسمع نفسك هذا الجهرية بتاعت حضرتك لكن لو بتصلي جماعة فطبيعي الإمام بيقرأ صلاة جهرية ويسمع المأمومين من خلفه وحضرتك طبعا لما تقرأ بتقرأ في سرك حتى لا تغلوج أو لا تسيء أو لا تسبد أذى للإمام خلي بالك من النقطة دي ثم تتشاهد التشاهد الأوسط ثم تقوم للركعة الثالثة فتقرأ فيها بصورة الفاتحة فقط لو لوحدك أو لو مأموم برضو بتقرأ الفاتحة والإمام بيقرأ الفاتحة ثم تكمل الصلاة وتتشاهد التشاهد الأخير ثم تسلم يبقى إذن يا مسلم صلاة المغرب هي صلاة جهرية وليست صلاة سرية والجهرية هنا في أول ركعتين وليست في كل الصلاة فركز في النقطة دي كويس صلاة المغرب بتبدأ إمتى طبيعي؟ بتبدأ أول ما تسمع آذان المغرب عند غروب الشمس غروبا كاملا تاما عن السماء وقتها بيمتد الحد إمتى من أول ما تسمع الآذان زي ما قلنا أو إن الشمس تغيب عن السماء تماما وتبدأ النجوم تظهر في السماء معاك لحد قبل آذان العشاء بقدر ركعة بقدر ركعة يا مسلم ويريت التأخير ما يكونش بإرادتك لأن التأخير ده بتأثم عليه لو أنت متعمد لكن لو أنت في ظرف معين أو في ضرورة من الضرورات يبقى لا تؤخر صلاة المغرب إلى أكثر من هذا الوقت واللي علمنا ده سدن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث المشهور المعروف بأوقات الصلوات ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وغياب الشفق ده بيكون قبل صلاة العشاء بوقت أليل بس زي ما قلتلك اوعى تأخر بإرادتك ومزاجك لأنك في الحالة دي حتأثم والمستحب عن سدن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعجيل صلاة المغرب إنك تصليها في أول وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب فيريد تبقى على الفطرة كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم كده عرفنا صلاة المغرب عدد ركعتها قد إيه وكيفية صلاتها إزاي تعالوا بقى نعرف مع بعض سنة صلاة المغرب القبلية يعني اللي قبل الصلاة والبعدية يعني اللي بعد الصلاة بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بداية قبل صلاة المغرب ما فيش سنة مؤكدة عايز تصلي ركعتين برحتك مش عايز تصلي خالص برحتك سيدك وسيدي وسيد البشرية كلها صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في السالسة لمن شاء يعني للي عايز يصلي واللي مش عايز خلاص برحتك فيريد من كبرش الحاجات الصغيرة اللي الإسلام خففها علينا أساسا من البداية الصلاة الركعتين دول ليست سنة مؤكدة إنما هي مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة صلاة ركعتين اللي هم كده سنة عن سيدك صلى الله عليه وسلم أما بعد صلاة المغرب ففي ركعتين مؤكدتين سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها إلا لأعظار قهرية وضرورية بل كان يقضيها بعد صلاة العشاء والركعتين دول هم من الركعات المؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن 12 ركعة إلا لو حفظت عليهم في اليوم والليلة يابني الله عز وجل لك بهن بيتا في الجنة فاحرص على هاتين الركعتين طب أصليهم فين يستحب أنك تصليهم في البيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طب أقرأ فيهم إيه الركعتين دول صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى تقرأ صورة الفاتحة ثم صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون إلى آخر الصورة وأما بقى في الركعة التانية فتقرأ برضو صورة الفاتحة وبعدها تقرأ صورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخر الصورة بكده يا مسلم أنت عرفت صلاة المغرب كيف صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت السنة المؤكدة في صلاة المغرب والسنة غير المؤكدة فيريد بقى تحافظ على صلاتك عشان ربنا ينعم عليك حياتك كلها ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم اللهم آمين والسلام أنا بشكركم جميعا للتفاعل وبشكر كل إنسان دعم المحتوى عشان يوصل للآخرين وبدعوكم كلكم دلوقتي للانتساب للقناة عن طريق ضغط الزر الموجود بجوار اسم القناة عشان نشارك مع بعض في تطوير المحتوى وإنه يستمر ويوصل لأكبر قدر ممكن من الناس شرفتهم شكرا للمشاهدة